بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم سكري عبدالعلي MVP ميكروسوفت ونواصل في ردزن ومكونات الردزن اليوم نتكلم على ميساج بوكس وطوست في البداية اللهم أنصر إخواننا في فلسطين إذن نكمل إن شاء الله فقلنا اليوم سنسعمل الميساج بوكس والطوست ميساج الهدف الرئيسي هو تعلم ردزن مكونات ردزن وفي نفس الوقت سنتعلم هناك نفس الدرس أيضا سيكون حوله فليونت UI لذلك سنتعلم الاثنين هذا من ميكروسوفت وهذا ردزن من شركة ردزن إذن في الدوكمنتيشن الخاصة سنبدأ بالعيقونات أيضا لأنها موجودة في إيكون عندما نذهب إلى ردزن كومبانينت ونكتب إيكون هنا في الرشارش لأن القائمة تطول فيها كل المكونات فنستطيع الضغط أو نكتب إيكون هنا ونتحصل على المكونات التي تسمح لي برسم الإيقونات على مساوى ردزن هذه القائمة بسيطة جدا لكن عندما تضغط على زر الجيتهاب ومطريال إيكونز هنا فالقائمة تطول كما تلاحظون وهي خاصة بمطريال ديزاين خاص بجوجل فونت الآن كيف ندرج الآيقونات هذه الصور ننزع هذا الموقع إذن كيف ندرج السورس كود موجود يعني هنا فقد نعمل نسخ ولسق أوكي أنا نسخت يعني في الكود هنا فسننسخ بعض الكمية من الآيقونات ونكتبها في مشروعنا هذا ونعمل سيف وانتظر النتيجة وكما تلاحظون هذه الآيقونات كما نريد ما عليك إلا تغيير color font color يعني style color لتغيير الألوان الآيقونات هذا عن الآيقونات ثم بعد ذلك سنريد استعمال message box في بعض الأحيان نحتاج في تطبيقاتنا تطبيقات الواب أن نعرض رسالة information يعني تخبر المستعمل أن يحذر هناك كذا وكذا كرسالة تنبيه أو رسالة المهم في شكل ميساج ولا بد أن يغلق هذا الـ pop up يعني نسميه pop up model أو أو ميساج box كل واحد يعني كيف يسميه ميساج dialog أيضا فنسميه ميساج فنكتب ميساج نعم في غازن نسميه dialog dialog message أو dialog نعم dialog لاحظ أنه عندي مجموعة من الـ dialog يعني المختلفة إذا ضغطت عن الأول فهو custom dialog يعني بما يشبه بالـ pop up سنتركه في درس الـ pop up إن شاء الله هذا يعتبر pop up أو poppin أو أو موضل 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 بيج أو شيء كهكذا موضل يعني أوكي dialog عندي رسالة هنا فيها أزرار وعندي confirm فيها زرين yes now مثلا confirm ضروري جدا يعني عندها عملية الحذف للسجلات لابد أن تخبر المستعمل هل تريد فعلا الحذف أو هناك خطأ فقط ضغط الزر بالخطأ فلا داعي يعني للحذف مباشرة فلا بد أن يعمل confirm للحذف لذلك هناك confirm dialog و alert لتخبره بشيء معين مثلا alert أنا حضرت أيضا الكود وهو هنا نفسه يعني هو موجود هنا بنفس الطريقة فقط لسرعة لأن النسخ واللسخ هنا غريب نوع أنواع إذن سنحذف الأيقونات ونضع زر هذا الزر ماذا فيه؟ فيه عبارة عن text alert dialog ونوعية الزر ، البوتن . البوتن . البوتن style وهناك كليك ويطلب مني تنفيذ كود إذن كود وهذا الكود فيه ميتود اللي هي من نوع Provide وسننسخها MessageBoxShow إذن عندي MessageBoxShow هذه ميطة من نوع Asynchron إذن عندي Await ماذا ستعمل؟ ستعمل Dialog Service إذن عندي Service هنا لابد عندي Anjection لـ Service وفيه كلمة Alert ربما تكون فيه Confirm يعني حسب هنا عندي Confirm أيضا إلا ما ستعملها فهناك Alert هناك Confirm نذهب إلى Confirm تجد Confirm هناك Alert و Confirm إذن لابد أن نعمل Anjection لـ Service نعمل Anjection نصعد إلى فوق Dialog Dialog Service هل انتهى الأمر؟ لا هناك شيء ضروري جداً هو إضافة الـ Provider الخاص بتسيير الـ Dialogs عندما تكون عندي Pop-up Toast أشياء خارجة عن صفحة لابد أن يكون هناك إضافة إلى Main Layout فتذهب إلى Main Layout وتضيف الأشياء التالية إذن الخاص بالـ Dialog نحن سنعتمد في الميساج بوكس نحتاج فقط إلى Redzen Dialog لا نحتاج إلى أشياء أخرى لكن بعد ذلك سنحتاج Toast لـ Notification وعندما نريد يسعمل Menu نحتاج Context Menu وTool Team عندما نريد عمل Tool Team إذن أنا ضفت كلها التي نحتاجها في المستقبل لذلك لكي لا نكرر كل هذا في المرات القادمة فضفت Redzen Dialog هذا ما نحتاجه Redzen Dialog في المين هنا نضيفه في أي مكان المهم يكون في Autorize يعني هنا لا توجد عندي Autorize فلذلك ضفته في الأسفل وخلاص وكي نرجع وننفذ التطبيق إذن لابد أن يكون عندي Redzen لابد أن يكون Redzen Dialog هنا البروفيدر لابد أن أعمل Injection والرسالة وكما تلاحظون هذه Alert نستطيع عمل أيضا Confirm بكل سهولة مثل ما يعني موجود في الدرس هذا عن Alert الآن Toast Toast ماذا يسميها Redzen أظن Notification Notif نعم هي Notification لاحظ ماذا يحدث في الجهة اليسرى لاحظ الجهة يمنى عفوا كما تلاحظون هذه نسميها Toast Message ونستطيع تغيير المكان تغيير الألوان تغيير كل شيء بطبيعة الحال سواء بCSS أو بخزاء Redzen أيضا أنا أيضا حضرت Toast بمثال بسيط لل Toast احتاج إلى الزر إذن عندي زر فيه Show Notification and for Notification نوعية الزر وعند الضغط Show Toast وShow Toast هي ميتود أيضا نوع Previte موجود بالأسفل ولا بد أن أعمل Anjection لكن ليس للديالوج بل Anjection لماذا لل Notification Service إذن بما أن أعمل Notification Service كأنjection هنا فلابد أن يكون عندي Provider الموجود في Layout وهو Redzen Notification نرجع إلى الصفحة ونشرح ما هي Notification هي Async لكن لا نستطيع إضافة Await لأن هذه ليست Asynchron فأعملت Notification Service Notify ثم New Notification Message ثم يطلب مني إعطاء هل هو Error هل هو Warning إذن كل الخاصية هنا ستجدون هنا أنا عندي مشكل في الفيديو سيديو حاليا يخطأ كثيرا إذن هنا Warning وكل الأشياء التي تحتاج ثم Summary وعيضا Detail و Detail الموجود في الرسالة وبعد ذلك شيء مهم جدا هو Notification أظن هو هذا آيقون الموجود في Toast سنجرب وكما تلاحظون آيقونة information و Duration لو تركت هكذا سيختفي كلهم إذن هذا عن Toast وكما تلاحظون لو ذهبنا إلى هنا Warning هذا warning هذا آيقونة warning هذه error أوكي بالألوان وكل شيء مجرد عمل مجرد كتابة نوعية Notify سنجرب error هل يتغير اللون أوطماتيكي أوكي أتأكد مما أقول يعني أنا في تطبيق غيرت كل شيء بالسياسس لذلك لما أتذكر كيف كانت الحال العادية يعني للأيقونات نعم يتغير أوطماتيكي اللون بمجرد تعيير النوعية هل هو error أو warning أو يتغير كل شيء يعني يتغير بما فيه الأيقونة أوكي هذا كل شيء في درس هذا اليوم تعلمنا إذن message box والtoss message وأيضا الأيقونات مع ردز أقوم بتسجيل درس ثاني على سأغلق هذا وأغلق الردز وسنتكلم على فليونت وسيكون في دورة فليونت UI إن شاء الله وبنفس الدرس يعني message والtoss والأيقونات في فليونت UI السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله على وقت ترجمة نانسي قنقر